وده يمكن اللي نفسنا نشوفه في الشهر ده الشهر الحاسم بالنسبة لجماهين النادي الاهلي اللي وهي بتتفرج على كل مباراة أنا يعني طبعا خلينا نتفق إنه يمكن أكتر أندية تضررا من فترة التوقف الطويلة جدا اللي حصلت كان النادي الاهلي لأنه فيه إحساس إنه فيه تراجع في الأداء فيه إحساس إنه الاهلي اللي ظهر في بداية الموسم فيه دوري الأبطال والدوري المصري وكاس السوبر مش هو الأهلي اللي ظهر دلوقتي حتى لو كنت بتكسب أنت لغاية النهاردة ما فقدتش غير نقطتين بس كل مطشاط الموسم في كل مطلعات اللي لعبتها تعادل وحيد مع عدا ذلك كل مطشاطك كسبتها لكن يمكن شوية اللي بيخلي الناس تقلق أنا بتكلم معاكم بونتها الصراحة وبتكلم معاكم من واقع أن أنا زي زيكم وأنا بتابع كل مطش قلقان أو شايف إنه إحنا لاحين نقولت لكم إنه الموسم ده متقسم تلت وتلتين التلت الأولاني اللي هو قبل كاس العالم والتلتين الأصعب والأطول واللي هنعاني فيهم والأهلي بالذات دونا عن كل الأندية المصرية ودونا عن كل الأندية الأفريقية هيعاني فيهم معاناة كبيرة جدا ليه؟ لأنه هيكون صاحب أكبر عدد من المباريات اللي هتلعب فيه الجزء المتبقي من الموسم سواء كنت على مستوى مصر أو على مستوى أفريقيا أنت دايما وصل للنهايات دايما بتلعب دوري أبطال وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا ويكرمنا ونتوق باللقب فده معانا أنك هتاخد المشوار بأكمله عندك طموح أنك تروح لبعيد في كاس العالم ومشاركتك في كاس العالم في بطولة كاس العالم على مستوى المنافسة وعلى مستوى التحديات وعلى مستوى الواجهات والتأكيد كلها مواجهات صعبة بما فيهم أوكلاند سيتي بما فيهم ضربة البداية على مستوى السوبر ليج اللي هتروح فيها مع تاولة أفريقيا فإنت عندك موسم صعب لغاية اللحظة دي ما بتعنيش من ضغط مطشاط لغاية اللحظة دي ما بتعنيش من إجهاد لكن كل ده جاي وبالتالي ده مرتبط بفكرة إننا كجمهور كلام ده يمكن يكون للعابتنا يمكن يكون لجمهورنا يمكن يكون لكل الناس اللي دايما حطى اسم النادي الأهلي بصرف النظر عم بتحب مين وما بتحبش مين حطى اسم النادي الأهلي قدام عنها وأنا مش هحب حد أكتر ما بحب النادي الأهلي يعني أنا مش هحب حد أبدا مهما بلغ حبي أو انتمائي للعيب أو لجهاز فني عمري ما حب حد أكتر من النادي الأهلي ومصلحة الأهلي تيجي قبل مصلحة أي حد والأهلي ما بيقفش على حد وما فيش حد ليه فضل على النادي الأهلي الأهلي هو لليه فضل على كل حد انتمى ليه أو لبس تيشيرته ففي النهاية المصلحة واحدة والجمهور لما بيسأل إحنا بعد شهر رايحين كاس العالم قادرين إحنا بعد شهر رايحين دوري أبطال أفريقيا هنبتدي دور المجموعات في مجموعة قوية مستهلة على الإطلاق الهلال السوداني فريق محترم جدا ماماليدي سانداونز مش هكلمكم عنه أنا بشوف دايما ماماليدي سانداونز هو المنافس الأساسي للأهلي في بطولة أفريقيا قبل الوداد قبل الترجي قبل الرجاء المغربي قبل أي فريق تاني فرقة محترمة جدا بتلعب كرة محترمة جدا يمكن يكون عندها يعني ما عرفش ما عندها الشخصية البطل مش قادر تقرب من لقب البطولة من 2016 لما فازوا بيها على حساب الزمالك لكن أنا بشوف هم كفريق كرة فريق محترم جدا وبالتالي مجموعتك صعبة وانت بالتأكيد السنة دي بتلعب على أنك تحقق اللقب فهل إحنا جاهزين؟ السؤال ده طبعا إجابته عند مستر كولر اللي بعتقد أنه ما زال لغاية اللحظة برضو في حتة رغم أنه لعب معناها مطشط كتير يعني وبالتأكيد طبعا مع تدريبات المحاضرات كل يوم كل شوية بيقرب من اكتشاف قدرات لعبته لكن لغاية دلوقتي أنا بشوف أنه في مرحلة التجارب يعني بيدور على التوليفة بيدور على يوظف مين فين ويجرب مين مع مين الحكاية دي واخد وقت من هنا شوية وبيتهالي كمان أنه مع المركاتو اللي جاي وبصرف النظر عن المراكز لأنه حتى في خلال مقابلتي هنا في السادسة مع الجوم النادي الأهلي ومع الخبراء والمحللين دايما السؤال لما الأهلي لو نيجي ريكلم على فكرة التدعيمات الأهلي في المركاتو الشتوي السؤال ده مخدتش إجابة نموذجية يعني فيه ناس تروح لفكرة المهاجمين راس حربة ويمكن راس الحربة هو المركز المشترك اللي كل الناس يمكن تكون متفق عليه وانا هاجي لحتة راس الحربة وفكرة التهديف ناس تقول لك جناح ناس تقول لك صنع لعب ناس تقول لك بك شمال وبك يمين ناس تقول لك لأ قلب تفاع فما فيش اتفاق على الاحتياجات لكن أنا لما أتكلم على الدور وظفوا أنت بقى زي ما أنت عايز أو اختار المركز زي ما أنت عايز أنت محتاج نهاز فرص أنت محتاج سفاح دباح من شبه فرصة يخلص لك جون لأنه إحنا لو بنترجم ربع الفرص اللي بتتاح لنا كل مباراة كل مباراة نخلص المشتركات دي بسكور كبير جدا ولو إحنا نجحنا في تسجيل سواء في ماتش فيوتشر أو في ماتش فاركو 25% من حجم الفرص كان الماتشين دول انتهوا بسكور كبير جدا لصلاح النادي الأهل دي نقطة النقطة التانية المايسترو اللي ممكن يخلي أداء الفرقة وإيقاع الفرقة يخرج برا الإطار الروتيني عيش التسعين دقيقة بصع التسعين دقيقة زاكر التسعين دقيقة هتلاقي فيها نفس الجملة بتتكرر تقريبا 80% أو 90% من الوقت مفيش القدرة على الابتكار سرعة الأداء أنا مش عارف سرعة الأداء دي مرتبطة بأن احنا طالعين من كاس العالم فالمقارنة هنا في الدولة المصري هتكون ظالمة يعني سرعة المباراة رتم المباراة إيقاع المباراة أعتقد أنه في حاجات كتيرة جدا مرتبطة بفكرة الإقاع والتحرك بدون كورة وتغيير المراكز في الملعب الحاجات دي كلها أعتقد أن احنا يعني على أقل في ثلاث مطشوات الأخيرين دول وافتقدناهم بشكل كبير جدا والنقطة الأخيرة اللي يمكن أنا قلت لحضراتكم عليها في بداية الحلقة ودي العلامة اللي بقى لها يمكن ثلاث مواسم يعني في الموسمين الأخيرين انتوا عارفين حضراتكم في الفترة اللي حصل فيها نزيف نقاط وابتدأ فرصة الأهل في المنافسة على أقل لمحلين تتراجع كان السؤال الأهم دايما حتى لما بنتقدم في بعض المطشوات وبنستقبل هدف تعادل مثلا أو بنتأخر يعني الأهل ما بيسجلش وبيدخل فيه جول بتاعنا هدف بشوف الفرقة بتنتفض يعني بشوف الفرقة وده حصل مبارح بعد ما فرقه تعادل معنا وبعد ما فيوتشر تعادل معنا بص المطشوات الأخيرين دول تحديدا بعد تسجيل فيوتشر الهدف تعادل وبعد تسجيل فرقه الهدف تعادل شكل الأداء شكل الروح في الملعب الإصرار التركيز الرغبة في أنك أنت تحسن المباراة كان عامل إزاي؟ وما قبل الهدف ده الدنيا كتعاملة إزاي؟ الروح والحالة دي وده سؤال عند كل جمهورنا دي ما بتظهرش ليه من بداية المباراة والأكيد أنه ما بتظهرش ليه بعد ما سجلت الهدف يعني طبيعي جدا حابنقول أن الأهل بيواجه صعوبة دايما في معظم مبارياته نتيجة أن الفرق اللي بتلعب قدامه بتلعب على تكتل الدفاعي وعلى محاولة أنها تخطف هدف تلعب على هجمة مرتدة وبالتالي أول ما أنت بتسجل المعاناة دي حالة التكتل دي انتهت خلاص اكسرتها وبالتالي الجيم بقى جيم مفتوح فمن الأدعى ومن الأسهل عليك أن السيناريو بقى سهل السيناريو بقى متاح والفرق اللي كانت متكتلة فتحت خطوطها عشان تحاول تعدل من نتيجة المباراة فبالتالي كان مهم جدا أنك تستغل ده فمنستغلش ده للأسف بعد ما بتستقبل شبكنا هدف ونرجع نبتدي القصة من أول وجديد لكن على كل أحوال الأمور أعتقد مطمئنة والرهان على مركاته ناجح يقدر أنه يساعد الفريق أنه يوصل لمنافسات كاس العالم يوصل للشامبينز ليج في أفضل مستوياته